عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي أهلا بيكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية طبعا النادي الأهلي عنده مطشين مهمين جدا سواء في كأس مصر أو في الدوري الأهلي حيواجه إن شاء الله سموحة في يوم الثلاث القادم في نصف نهائي كأس مصر وحيواجه الزمالك يوم السبت إن شاء الله القادم في بطولة الدوري وأكيد حنتكلم عن الاستعدادات وعن الفنيات وعن المتوقع في هذه المباريات إن شاء الله كل ده حنفتحه ملفات حنفتحه كتير مع ضفنا ان نورنا في حلقتنا النهاردة كابتن إيهاب جلال حارس مرمى النادي الأهلي السابق طبعا ومدرب حراس مرمى متخب مصر للشباب يا صباح الفل عليك صباح خيرا كليم وكل سنة وحضرك طيب سنة سعيد عليك جميعا وعلى أستاذ المشاهدين وعلى مصر كلها إن شاء الله مونجور يا كابتن إيهاب مونجور صباح خيرا صباح الهان يا رب ومطشط في غاية الأهمية نبدأ بإيه نبدأ بسموحة ولا نبدأ بالزمالك هو نبدأ بسموحة لأنه هو الأقرب طبعا يوم الثلاثة إن شاء الله مطش صعب جدا في الكاس متوقع فيه تنافسية مبدائيا كده شديدة طبعا طبعا هو فيه دلوقتي فيه كمان هو كل مطشط الأهلي صعب بصراحة يعني مطشط قوية جدا يعني هتلعب السموحة يوم الثلاثة بعد كده يوم السبت الزمالك مبارات صعبة جدا مبارات قوية جدا طبعا السموحة كان عندها برضو صفقات حلوة جدا بداية الموسم السيفي حقيقة وجاب كمان خد حسن أم حسن تاني رجعه تاني نسموحة لعب كبير طبعا عب كويس كان بلعب في نادي الأهلي طبعا أكيد هي بس السموحة عندها دلوقتي فيه تغيرات تقريبا في الجهاز الفني أو كده المهانس فرج عامر عاوز يغير الجهاز الفني يجيب أعتقد معين الشعباني أعتقد أحاول لسه الاسم سمعت حاجة زي كده إنما الأهلي بركز في المباراة الأهلي بركز في الشغل بتاعه بيدخلش نفسه في متاهات ما لوجه دعوة من اللي بيحصل بر أو جوه ما لوجه دعوة خالص بيشتغل على الهدف اللي هو عايزه الهدف اللي هو عاوز يروح لأنه يلعب مباراة تسموحها ويكسابها عشان يبقى ياخد خطوة تانية طبعا بالنهائي أكيد فطبعا ده كل ده العوامل إن شاء الله يعني متاحة للنادي الأهلي إن شاء الله الأهلي مستقر جدا جاهز فني رائع إدارة موفرة كل حاجة للعيبة حلوة الموسم ده عن الموسم اللي فات لو إحنا هلتكلم في نفس التوقيق حمد لله يعني شيء رائع مدرب كبير مدرب لي اسم طبعا وإحنا يعني المدربين إن هم بتوع سويسرا أو ألمانيا أو النمسا يعني ناس يعني راقين جدا في التعامل مع الأشخاص مع اللعيبة مع الفنيات مع الأندية الكبيرة ده بيريح جمعا جدا للنادي الأهلي لأن النادي لهي طبعا النادي كبير فمحتاج مدربين على المستوى اللي هو يليق بالنادي الأهلي صحيح وده اللي موجود طبعا الحمد لله يعني وحالك بتكلم إحنا شايفين كمان مجموعة لقطات كده من التدريب الصباحي النهاردة الخريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ومفيش زر تشك في إن الماتشين اللي جايين أصعب من بعض كابتن يهاتي حقيق بس وإحنا لسه وقفين عند سموحة يعني في رأيك إيه الأمور اللي أنت ممكن تبقى قلقان منها في الماتش ده بصفة خاصة بص الألق الوحيد إن هو ماتش كاس الماتش الكاس ملهوش أي حسابات يعني ممكن فرقة صغيرة جدا تكسب فرقة كبيرة ده هو ده العامل الوحيد اللي هو في مباراة الكاس مباراة الكاس بتخدع بتخدع الفرقة كبيرة يعني مباراة الكاس دايما وإحنا كنا منرعب بتخدع الفرقة كبيرة وتلاقي فرقة صغيرة هي ممكن تكون مشت لقدام جدا وراء وصلت نهائي وقبل نهائي فطبعا التركيز كله أو التخوف إن النادي الأهلي لازم يركز جدا في المباراة عشان يكسب المباراة لإن الدوري غير الكاس مباراة الكاس خادعة جدا 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 وطبعا النادي أهل يفهم الكلام دوت وعنده من الخبرات أنها من اللعيبة والإدارة والطاقب الفني عندهم خبرة أن مباراة الكاس حتى في العالم كله خداعة مباراة الكاس بالذات خداعة غير مباراة الدوري أو مباراة الكاس أفريقيا لا إعادة ولا نقاط الجمع معدين ما لهاش أي حاجة هي مباراة تكسبها وإنت موفق حتكسب مش موفق ربنا هو اللي بسهلة مع الفرق فالمباراة دي الحاجة الوحيدة اللي بتقلب من الموضوع أنها مباراة خداعة جدا ومباراة كاس طب أنا دلوقتي اتعدلت مع المصري سفر سفر نتيجة ما كانتش محببة أبدا تحديدا لجمهور النادي يعني مش طبعا ده ما احترامي للمصري أتكلم عن نفسي الناس عندنا وجماهيرنا ما كانتش مرتاحة ولا ممسوطة من النتيجة أروح مع حضرتك ليه كان النتيجة مع المصري سفر سفر رغم النجاحات اللي احنا محققنها في المطشاط اللي قبل المصري وهل ده مقلق أو ده زي ما بتقالك كده جرس انذار أو قلق للمطشاط اللي جاي تحديدا اللي حتكلم عن سموحة بس أنا هوند المشكلة كلها هي عادي جد مو برد كرة قادم النادي اللي مش يكسب على طول ولا حيتعادل على طول ولا حيقسر على طول ولا أي فرقة في العالم بتكسر بس أنا أنا أكسبت بيرميدز مثلا طبعا وتعادلت مع المصري أنا لا أقلل من شأن حد بس حضرتك أنا بتكلم على ترتيب مثلا الدوري بيرميدز والمصري ففي حاجة مش مصرومة برضو فيه فرق كبيرة جدا أما بتجي رعب مع النادي الأهلي فيه فرق كتير جدا بترعب مع النادي الأهلي بتركز جدا في المبارا دي يعني ممكن تلاقي الفرقة مع احترام لأي فرقة ممكن الفرقة اللي لعبة النادي الأهلي تتعادل مع النادي الأهلي وتكسبها أو حتها تكسب النادي الأهلي المباراة اللي بعدها تخسر من الفرقة ضعيفة يعني هي عشان فرقة المنافسة بتركز فانا أدائي يختلف لا ده المفروض ما يختلفش لا مفروض ما يحقق طب الظاهرة يتبسرها ايه يا كابتن يعني فعلا دايما ودي حاجة من قديم الأزل حتى لو بنتكلم على فريق متواضع الإمكانيات لكن يجي أصد النادي الأهلي بصفة خاصة ويحجر وجامد وتحس ان فيه شبهة ندية كده معلما ان انت لو قارنت ولو حسبتها بالورق والقلم ما فيش خاص بالزبط كده ايه سر الحكاية دي السر ده هو النادي الأهلي هو النادي الأهلي النادي الأهلي المباراة الفرقة اللي بتلعب النادي الأهلي هي دي المباراة الوحيدة او المباراتين في الدور الاولية والدور التاني دي اللي بتعمله شهرة دي اللي بتعمله تسويق او بتعمله تسويق للنادي كمان نفسه يعني فعشان كده بقول لحضرتك كل فرقة بتيجي تلعب النادي الأهلي بتبقى مركزة جدا 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 في المباراة وتلاقي المباراة اللي بعدها ولا حاجة خالص فهي دي النقطة الوحيدة ان عشان كده النادي الأهلي على طول تحت تحت الميكروسكوب وتحت الضغط على طول. فعشان كده كل فرقة يعني حتى من الفريق اللي هو رقم 2 أو لغات الفرقة رقم 18 كل الفرقة دي تلاقيها بتركز جدا في النادي الأهلي. يعني ده الحاجة الوحيدة. عشان كده النادي الأهلي ما بيفكرش في الحاجات دي كلها خالص. إنما بيفكر في المباراة نفسها. أي فرقة كان رقم 2 أو رقم 18 في الدوري في الدوري أو مركزه فين في الدوري ده المشكلة بتاعت النادي الأهلي إنه لازم كل مباراة يركز فيها ولازم كل مباراة يلعب على المكسب فهي دي النقطة. فعشان كده الضغط بيقى على لعبة النادي الأهلي أكتر الضغط بيقى على النادي الأهلي أكتر فعشان كده طبعا في الجماهير وحكامه. وفي حاجات كتير جدا فيها ضغط كبير جدا بتلعب دور كبير جدا مع فريق النادي الأهلي. فالنادي الأهلي عليه الضغط طول الوقت وطول المباراة وطول من أول ديالغات تسعين ديالغات لغاية الدوري كله ما ينتهي فعلى طول الضغط على النادي أهلي كبير جدا فعشان كده التركيز ممكن يروح لحظة فهي الموضوع كله مش عشان تعادلت معنا الفكرة الننفوس كان قريب قوي جدا جدا وفيه فرص كتير قوي ده سلسلة متطالية من إهدار الفرص ده اللي بيزعل ده برافو عليك يا هاون ده شيء رائع جدا ان الفرص الكتير اللي بيضيق دي لازم يكون لها وقفة مع الجهاز الفني او كده لازم يكون فيه تركيز جدا مع الفراو ده مع الحاجات دي يعني كمنا بنشوف زمان الكرة بتيجي الكابتن محمود او اللعبة النادي الأهلي الكبار اللي هم يبطع زمان من فرصة بنص فرصة بيجيب جون فدي مهم جدا النادي الأهلي متعود على كده ان الفرص الكبيرة الكتير اللي بيضيق دي ديها لازم تكون لها دي مش حاجات كمان توفيق بقى يعني طبعا اكيد التوفيق عنصر مهم في المعادلة طبعا اتحال مش محتاجين نكون كده بس اللي بيحصل ده لأ عاد ده بقى مرحلة عدم التوفيق فيه خلل ماء فيه مشكلة ماء فيه ثنيشينج محتاج يتأيف براو عليك براو عليك الكريم دي نقطة مهمة جدا عشان النادي الأهلي على طول تحت الميكروسكوب لازم يكسب على طول الفرص لازم تكون موجودة على طول ولازم تقديل فيه أهداف يعني مثلا عندك أربع فرص لازم على قل تجيب هدفين فيها الفرصتين لازم يستغلوا كويس جدا إنما أربعة يضيعوا ثلاثة ووحدة تيجي أو الأربعة مثلا يضيعوا مرة واحدة دي لازم تكون لها تدريبات تركيز من الفرودة تركيز من نفس الملعب كل الفئة لازم تركز إن الفرصة دي لازم تكون هي آخر فرصة فلازم التركيز يكون عالي جدا إنما هي مش مؤلئة يعني هي بصراحة هي مش مؤلئة إنما مدام بتوصل للهدف اللي أنت عايزه أو بتوصل للمرمى المنافس يبقى ده شيء رائع جدا إنما التوفيق وعدم التوفيق ده هو ده اللي موجود دلوقتي إنما أن الفرص بتضيع كتير دي طبعا لعبة النادي الأهل لعبة أكبار فرقة كبيرة بتحرز أهداف كتير برضو وعلى حتشوف الجدوة برضو إحنا من الفرق اللي أحرز أهداف كتير يعني ما فيش مشكلة فيها إنما لازم الفرودة تكون حتى في اعتبارها أو النص الملعب أو الناس اللي بجي الهدفين لازم يحطوا في اعتبارهم التركيز أكتر قدام المرمى ما فيش رفاهية إهدار أي فرص يعني ده لو حتناف مخينا هنمسك في الفرصة لما تجلنا أكتر طب لو قلنا توقعات شواء أنا بحب السؤال ده معين البعض يقولك لا لا ما بتوقعش لا أنا بحب السؤال ده وحنسأله على فكرة لا 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 حتى بالأمرها وبصها نهاية كاس مصر تتوقعوا بين مين ومين تقريبا بصي يعني طبعا إن شاء الله نادي الأهل هيكسب إن شاء الله وأعتقد يعني النحية التانية يعني مش قادر يعني مين اتنين ادي تو اوبشنس طاي يعني مش مش قادر شفت السؤال صعب إزاي ليه مش قادر تحدث لأن مبارات الكاس صعبة شواء في التحديد يعني مبارات الكاس بتبقى شوية خارج التوقعات بس بوقع الخبرة بتاعت حضرتك في متابعتك ومشاركتك يعني خلينا نعرف كقراءة يعني أنا أقدر أقول النادي الأهل طبعا يكون شوف برضو عرفنا النادي الأهل طيب أنا يعني أقول مين بس هو السؤال ده بجد صعب لا هم الصعب أنا لو في الدورة أقولك ماشي إنما كاس الموضوع بيبقى مختلف شوية يعني أممكن أممكن أقولك ما عرفش أنا ما قداش أقول طب لتحب الأهل يواجه مين شوف السؤال حالفه وارجع على جور تحب الأهل لا أحب الأهل يواجه فرقة كبيرة فرقة كبيرة فرقة كبيرة أكيد اللي حيوصل هتبقى فرقة كبيرة زمالك طب أي حد من فرقة كبيرة بتبقى المباراة حلوة غير لو تلاحب مثلا فرقة أقلي منك برضو بيبقى مشكلة في الكاس برضو المشكلة في الكاس إن هي بتبقى مباراة ملهاش توقعات تمام عشان كده لما تلاحب فرقة كبيرة الأمور بتحساوية حتى خلي بالنهائي حيبقى حله تعالى نسيب مبدئيا ومؤقتا ونروح معاك كده لماتش لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال ودايما هو دربي مستخل دايما أي لقاء بيجمع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في كاس في دوري في كاس سوبر في أي محفل رياضي دي بتبقى دايما بطولها لوحدها وبشكل مستخل ودي بدورها بتزود من الضغوطات طبعا على العيد الفرقتين الحقيقة فرؤيتك إيه للماتش ده الدنيا هتمشي فيه إزاي تبقى لمشاهداتك للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة النادي الأهلي مباراة أهلي وزمالك دايما بتلاثة بونت طبعا زي أي مباراة إنما بتتحطي في التاريخ ده مهم جدا النادي الأهلي بيبقى عارف الكلام ده كم مرة الأهلي كسب الزمالك كم مرة الأهلي خد بطولة من الزمالك ده مهم جدا وبكتب في التاريخ أهم حاجة النادي الأهلي بيقى مثلا كسب المحلة ماشي أوكي كسب برامس أوكي ماشي إنما أهلي وزمالك الدرب ده دايما بيبقى فيه في التاريخ بيتحط الأهلي كسب خمسين مرة الزمالك كسب عشرين مرة حتى عشان مشجعي وجماهيد الفريتيري يعرفوا ينكشوا بعض تمام ده موجود على طول دايما إنما إنما المباراة أهلي وزمالك بتبقى صعبة جدا بتبقى دربي بتبقى مباراة ممتعة جدا في مصر بس بالنسبة للدول العربية كمان أو الوطن العربي بقى مباراة لأن على فكرة أهلي وزمالك الدربي رقم 4 على العالم رقم 4 على العالم تفهمني حضرتك بعد الكلاسيكو والأبز والإنتر ميلان والأيسي ميلان يعني الأهلي رقم 4 على العالم دربي في العالم. يعني حاجة رائعة جدا. فعشان كده أقول لحدك. يعني كمية المشاهدة بتبقى كبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي. أو حتى في أوروبا الناس اللي عايشة برا. يعني بيبقى ماتش الأهلي وزمانك ده ليه طابع خاص جدا. ليه؟ لأنه مباراة في الدوري. مباراة في التاريخ. فكل ده بيبقى مشاهدة عالية جدا. ويه بتبقى مباراة ممتعة. يعني أنا بحب بكفرق على الأهل. الدربي بتاع الأهلي وزمانك هو رقم أربعة على العالم. ونفس الوقت منتخبنا مش عارف يعمل شغل يعني إجابة فكاس العالم. لو شارك في أي نص. هي بس هي المشكلة يعني خلينا في الأهل وزمانك دلوقتي. خلينا أهل وزمانك. إنما حقيقة مباراة حلوة جدا. أتوقع طبعا نادي الأهلي يماشي بخطة سبتة أو بخطة كويسة جدا. كذبان كل مباراة بخلاف المباراة اللي فاتت مع التعادل مع المصري. برضو النسبة 100% يعني نسبة نادي الأهلي في المكسب أو في بطولة أفرق أو في الدوري أو في الكاس. يعني نسبة عالية جدا 100% حقيقة يعني حاجة رائعة جدا. أتوقع طبعا مباراة تبقى كبيرة جدا. ما لهاش. آه برضو توقعات في أن مثلا نادي الزمالك وحش يبقى ممكن يكسب أو الأهلي كويس ممكن يكسب. الكلام ده مش موجود. إنما النادي الأهلي بيحط في اعتباره أن مباراة الأهلي والزمالك للتاريخ برضو. تلاتة بنت وتاريخ. ده مهم جدا. طب أنا بحب أتكلم شوية في الدربيات أو المباريات القوية عن المدرين الفنيين. لو تكلمنا عن هنا كالر وفرارة وإدارة كل واحد للمباراة. لو حضرتك كابتن إيهاب بتفكر بنفس الفكرة ده. سواء كنت كالر مارسل كالر أو فرارة. هتفكر إزاي لإدارة مباراة زي كده. بصي المباراة دي بتبقى أكترية للعيبة. اللعيب هو اللي بيقدر يحدد المباراة. يعني في المباراة الكبيرة ما بقاش فيها ضغوط جمدة جدا على المداربين. حتى في المباراة دي كريم المدارب ما بيكلمش كتير جدا مع اللعيب. يقول لك المباراة دي بتاعتك أنت. مباراة أهلي وزمالك حتى مع الزمالك نفس الكلام. بيتقال كده. أنك أنت دي بتبقى مباراة في الملعب. يعني المداربين بيشيروا ضغوطنا عليهم على فكرة. بس حسب الخطة وحسب الفكرة. طبعا لا. طبعا ما فيش كلام بتحطي. بتحطي الخطة بحطي التاكتكس وكل حاجة. إنما في الغالب المباراة دي بتبقى المداربين ما بتكلموش فيها كتير. يعني بيقول لك هو اللعيب أصلا نفسه مركز. يعني اللعيب أصلا نفسه مركز. أهلي أو زمالك بيكون مركز جدا في المباراة. لأن بتعمله نفسه هو تاريخ. يعني اللعيب نفسه بياخد التاريخ من المباراة دي. يعني لو أنت حشوف على مدار التاريخ هتلاقي شهرة اللعيبة بتجي من مباراة الكبيرة دي. يعني يعني فيه لعيبة كتير جدا عملت شهرتها من المباراة أهلي وزمالك. فعشان كده بيقول لحالتك الضغوط مبتقاش على المدارب كبيرة جدا. لأنه هو بس الضغط الحاجة الوحيدة إنه هو مباراة بتلاتة بونط. إنما اللعيب واللعيبة نفسها أهلي وزمالك بيكون مركزين جدا جدا في المباراة. طبعا. طبعا. ما لو ده حصل وإحنا عندنا لعيبة زي الفل وعندنا لعيبة بتتميز بمهارات فردية. هيا. ودايما عندهم قدرة على إيجاد حلول فردية. صحيح. حد زي قبشة حد زي عبدالقادر حد زي السلية. يعني المفروض دي نقطة طمآنة بالنسبة لنا. طبعا. طبعا. أكيد. لأن النادي أهلي عنده حلول كبيرة. يعني غير أي فرقة تانية. النادي الأهلي ممكن في أي وقت يصنع لك هدف ومن حتة ميتة خالص في الملعب. أو كورة ميتة ملهاش أي لازمة تلاقي داخل الجهون. لأن النادي الأهلي عنده حلول كبيرة جدا. اللعيبة نفسها بتلعب على مستوى عالي دايما. بتلعب كاس عالم بتلعب أمم أفريقيا. بتلعب كاس. بتلعب دوري. فاللعيبة دايما منتخب مصر الكبير. منتخب مصر الشباب منتخب مصر أولمبي. فلعيبة كتير جدا عندها حلول. ومش أي حد يرعب منتخب. عشان كده لعبة النادي الأهلي هتلاقي كمية اللعيبة كبيرة جدا منها في منتخب مصر. فعندهم حلول. فإنما مش قصد أقول المدرب ما بتكلمش في الموضوع. لا بالعكس. بيحط خطة وكل واحد ملتزم بمكانه والتاكتكس بتاعه بيتعامل ازاي. إنما المباراة الكبيرة دي بتبقى للعيبة مركزة أكتر حتى المدرب. يمكن حضرتك تقصد كمان فكرة هنا. أنت المدير الفني بيسيبه يتقلق. يعني إحنا بنشوف بعض المباراة. مثلا تلاقي مباراة برونو سافي متقلق فيها. مباراة تاني أفشا متقلق فيها. مباراة تلتا هو أيفر ماس الشناوي متقلق فيها. طبعا. لكن في مباراة بتلاقي التقلق جاي من كل اللعيب. جماعي. كسبوات كامل. فنتمنى ده فعلا يحقق. هو ده اللي حيح حصلة في مطشي أهلي وزمالك دايما بيبقى اللعيبة كلها بتبقى النجوم في ساعتها في اليوم ده. لاني أنت أصلا بتيجي أنا كمدرب أنسانا حصلت معنا كتير جدا. أنا مثلا كنت ماسك حرس الحدود أو ماسك امبي أو كده. أم بتيجي لعب مثلا من نادي الأهلي. أنا يعني المدرب بيبص في وش اللعيبة هو نفس اللعيب مركز أصلا يعني غير أي مباراة تانية. بيبقى مباراة الأهلي أو الزمالك كبير جدا. فنفس الكلام أهلي وزمالك تلاقي اللعيبة أصلا بمركزة. تلاقي المدرب بيصحب نفسه شوية. ما بيتكلمش كتير في حتة اللي لازم تعمل كذا وتعمل كذا. لا هو بيحط التاكتكس بتاعه في الملعب. واللعيبة هاي اللي زي ما حضرتك قلت كده هي اللي بتبتكر وهي اللي بتلعب. في حدود التاكتكس بتاع المدرب. في حدود اللي هي ما يخرجش عن المألوف. ده مهم جدا جدا جدا. بحكم ان انت يعني كنت طبعا يعني ليك سوارات وجواراتك حارس مرمى سابق للنادي الأهلي وبطبيعة الحال مدرب حراس مرمى متخب مصري للشباب. رؤيتك للشناوي في البترة دي. الشناوي هاي. ماشي كويس جدا. مباراة المصري أنقص كورة رائعة جدا. جدا جدا جدا. فالشناوي ماشي الله ماشي كويس بخطة سابتة. آه طبعا فيه دروبات بتحصل وده طبيعي جدا وفي أي حتة في العالم. إنما ما بيحصلش الدروب اللي هو ما بقاش بيبقى مش كويس. لا بالعقس. الشناوي ماشي بخطة سابتة جدا. ما كانش الدروب قاتل. بس بسرعان ما رجع الشناوي. الحمد لله. المسم ده رائع جدا على الاهلي كله. جدا ليه. لأنه برضو بيفكر ان هو رقم واحد في مصر. رقم واحد في أفريقيا. حارس مرمى متخب مصر الأول. فكل العوامل دي بتساعد الشناوي اللي هو يرجع بسرعة لو فيه حاجة. إنما أنا مش شايف حاجة حصلت تحصل مشكلة بالنسبة لي. يعني بالعقس. ماشي كويس جدا. بسي حاجة تخض على فكرة. إن واحد يحط نفسه مكان الشناوي. مثلا فكرة ان انت يحرس. الحرس رقم واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر. كبير. بجد حاجة تخض. يعني محتاجة. عايزة أقول إيه. ثابت مفعالي. رهيم. وبالذات في مركز حراسي. رهيم. رهيم. سمو بيقولك النجاح سهل توصله الحفاظ على النجاح حول صعبة جدا. بس أنا كنت عشان أنا عشت الموضوع ده. كنت مع الكابتن إكرامي. وكابتن سابت. يعني وكابتن شوبير طبعا. كنت بشوفهم ازاي. ده كل واحد في وقته كان رقم واحد. يعني سابت وإكرامي كان رقم واحد. مع بعض الاتنين ده يلعب أو ده يلعب. كابتن شوبير نفس الكلام كان رقم واحد. فأنا عشت الموضوع ده معهم. وكنت بشوف ازاي الناس بيشتغل. يعني فعلا بيتمرن بجهد رائع كبير جدا جدا. وحاجة رائعة جدا. يعني مثلا يبقى الجمهور عندك زمان طبعا كان بيجينا خمس تلاف اقل اقل تمنية بيجينا خمس تلاف متفرد. انك انت تحافظ على انك انت تتبقى رقم واحد. لفترة طويلة ده صعب جدا. صعب جدا. زي ما حديك قلت يا روان. ان المحافظة على المستوى ده صعب. انك توصل سهل. انما تحافظ ده عليه ده صعب جدا جدا جدا. وده اللي بيعمله الشناوي وكل حدث مرمى النادي الاهلي بيقى مختلف تماما عن اي حدث مرمى فا اي نادي تاني. انا عايزة اقولك بقى بما اللي بيعمله الشناوي برضو وده معلومة عندي وحضرتك برضو تقولنا ازاي كتة الكواليس بتاعتك زمان. يعني حالياً الشناوي مع اللعيبة الكبيرة والقديمة في النادي الاهلي اصدقى عندكك عالم علول عمر رمي ربيعة. اللعيبة اللي هي القديمة ودلوقتي الكبار في الفريق يعني بيبقى عندهم دايما اجتماع كده في المبارات اللي هي تقيلة زي مثلا أهلي زي مالك حاجات زي كده كاس وبيعودوا مع بعض جلسة بعد ما الاجتماعات بتخلص وجلسات مع عبدالير الفني وبيبقى فيه كده زي كواليس معينة هل ده كان بيتم برضه ووقت وإيه بيتقال بقى يعني إيه كمان اللي بتكلمه كده؟ موسي احنا بخش مع المدير الفني أو مدير الكورة بيتكلم كل واحد بيتكلم زي ما هو عاوز يا جماعة لازم نركز كده بعد كده بيحصل اللعيبة الكبار اللي هم الخامسة أو الستة الكبار جدا في الفرقة هم دول بياخدوا بياختموا مع اللعيبة يا جماعة إحنا الكلام اللي تقال ده حلو جدا وكان بيحصل لنا يعني كابتن سابت البطل لما كان موجود معنا وهو كابتن فرق الله يرحمه وإحسن إليه يعني كان يقولك انسى بقى الكلام ده كله أهو الله بجد انسى الكلام ده كله كابتن سابت كان ليه ليه رؤية كده وشخصية جميلة الله يرحمه كان من الشخصات الرائعة جدا شخص ستنائي وحارس مربس رائع رائع جدا يقولك انسى الكلام ده كله إلعب عشان الفانيلا ونفسك وانك تاخد فلوس ومنطقي على فلوس منطقي جدا ليه؟ متى ما تلعب عشان الفانيلا يبقى انت اللي الألو المدرب أو المدير الكرة هو ده بنعكس عليه إلعب عشان الفلوس عشان تكسب عشان تاخد فلوس ليه كان ليه هو نظرية كده بالنسبة له حاجة جميلة جدا فكان بيحصل نفس الكلام مغريبة ليه غاوة الحقيقة لا بصراحة كابتن ثابت الله رحمه حسيني كان رائع رائع وبالمناسبة مش بس قصدي على كابتن ثابت البطر هذيك شايف ان فيه تغيير فيه كواليتي حراس المرمى زمان عند الوقت بص زمان كان هو الكواليتي مش بعيد أنا بكلم سميا وشخصيا وسلوكيا واخلاقيا لا لا الشخص ده الشخص جوه جوه النادي الاهلي هو واحد لانك انت بتخش في منظومة في منظومة النادي الاهلي ما بتحش انت غريب يعني اي لعيب جيه متأخر يعني جيه مش ابن النادي الاهلي من هو صغير بيخش في المنظومة بصور عليه لان المنظومة متكاملة الادارة موفرة كل حاجة ما لهاش دعو بالكورة بتخش انت بتحس انك انت يعني بتحس انك انت مش غريب يعني انت بتروح النادي تاني انا رحت مثلا النادي الاسماعيلي احس ان انا اخد وقت لغاية ما اتقلم مع الناس يعني انما اللي بيخش النادي الاهلي بيخش دايما اسبوع واحد بتحس انه هو قديم جدا في الفرقة فهي الكواليتي من زمان لغاية النهاردة لا ما اختلفش تماما انما ممكن يختلف فنيا اعلى سنة اقل سنة انما الكواليتي البني ادم نفسه الشخصية اللي احترام بيبقى ماشي مع منظورة نادي الاهلي وده اللي احنا تعلمنا في نادي الاهلي بصراحة يا طيب انا هتكلم شوية وفضل لنا تقريبا دقتين عن دوافع اللاعبين وهتكلم نادي الاهلي هتكلم عن نفسي انا دلوقتي الدوافع عند اللاعبين بتختلف من لاعب للتاني حسب كل واحد عايز يحقق ايه زي محضرية كنت بتتكلم كل واحد بيبقى ليه دافع في الاول وفي الاخر بس طبعا كله في الاول لعب لمصلحة هذا الكائن لكن الدوافع بتختلف هل هنا المدير الفني ذكاء اللي عنده مفروض وفهمه للعيبة مفروض يتكلم مع كل واحد مخصوص الدوافع بتاعته يعني فيه مثلا لعب حد مثال ممكن مثلا افشة افشة الفترة اللي فاتت بكنش التقلق اللي احنا نعرفه من موسم او اثنين انا شايف افشة دلوقتي بقى عنده دوافع اكتر واولها كان رضا الجماهير وفكرة ان هو يكسب الجماهير مرة تانية فده اللي كان حريص عليه ان هو يعمله حتى بعد لما كان بيجيب اي جول كان بيروح ويحيي الجماهير ويحط التيشرت على راسه وغيره ودي كلها كانت رسائل حلوة جدا وسمعت مع الجماهير فالدوافع عند اللعيبة بتختلف لو هنتكلم شوية عن الدوافع وبرضو بحكم ان حضرتك عندك خبرة وكنت واحد في يوم لقيم واحد من اللعيبة دول ايه بقى للدوافع المختلفة لما بتعودوا وتتكلموا مع بعض او اللي بتبقى موجودة اختلافها بيبقى زي ايه كل واحد بيبقى على حسب لعبه في الملحب انا مثلا كحارس مربو انا الدفع بتاعي لازم اكون متقلق ما يخشش فيه اجوان ابقى مثلا وانا كابتن فرق زي الشناوي مثلا يعني اللقطة دي عجباني جدا او دي لما كلمت دي عجباني جدا لان حصل منواشات قبل كده فالراجل لها رسالة حلوة جدا رسالة جميلة جدا هو محترم جدا على فكرة يعني الجمهير النادي الاهلي محترمة جدا بتعشق لعبتها جدا بتعشق النادي الاهلي فده مهم جدا واللعبة دي انا عجبتني جدا من أفشة لانه كان لازم يعمل الموضوع دوت للجماهير عشان يكسب تاني رضى الناس ورضى النادي لانه هو من الشخصات الجميلة ومحترمة جدا وبرضو من النعيبة برضو اللي هي مؤسرة جدا في النادي الاهلي يعني الحركة دي عجباني جدا جدا والجماهير استقابلته بحاجة رائعة جدا ده قفشة لسه بنتكلم برضه واخر عشرين غرزة يعني مش عارفة بجرد والله في حاجة يعني مش كده فكل واحد دي دافع مثلاً أما قفشة عمل مبادئ ده وفعه أنه هو لازم بيرضي الناس ويرجع تاني لمستوى ده وده حصل وده حصل وده حصل طبعاً بالفعل لاني اللي عم يروح عشان نضطر أن احنا لسه نلم ما يرجع أهلاً مش بتكلم على قفشة أنا بتكلم في المملكة أهلي وغير أهلي ساعات بتلاقي لعيب العادي بتاعه إنه العيد جامل وعنده مهارات وعنده خلول وعنده زكاء وعنده سرعة وعنده كل حاجات طبيعي جداً إن مفيش حد في الدنيا بيبقى ماشي زال قطر على طول لازم يبقى فيه شوية تعطرات شوية عرقلة لكن ساعات بتلاقي إنه بعد اللاعب بعد قوي عن المستوى لفترة غاية لما حد يصحصحه الحد ده غالباً بيكون الجمهور قبل ما يكون الجهاز الفني وتاني أنا مش بتكلم على لعب بعين أنا بتكلم في المملكة إيه اللي بيخلي إنه بيقى فيه تزبزب كبير في بعض الأحيان في مستوى اللاعب اللي طول عمره مستوى سابق هي بتبقى موجودة في التدريب نفسه اللاعب لازم يبقى عارف هو بيعمل إيه اللاعب راجل محترف لازم فيه أصل الاحتراف مش أنا أخد فلوس وأروح وأمشي لا بالكلام ده مش موجود الاحتراف إن أنا بعد أتمرن كويس أكل كويس أنام كويس أروح ما لفش في الشوارع في كل الحاجات دي كلها يا كابتن يهاب هنختم بيها وحك لو تتفق معي فكرة إن أنا دايما أحس إن أنا مش مضمون بقائي إلا أنا دايما أنا أحس إن أنا ما عنديش بديل لي ييجي بسرعة ده كان حاصل يمكن وقت موسماني الاعتماد على التباط اللي ملوش بديل ده شوية لعب على نفسية اللاعبة ده مهم جداً كلم حديك مضبوط جداً جداً وفكرة اللاعب المصر كده لو ما فيش يعني أنت أصرت حاجة والله عظيم حاجة رائعة جداً جداً النهاردة ما شاء الله أنت وكريم بصح صعاجات حاجات رائعة جداً النهاردة بصراحة إنما فعلاً الموضوع ده مهم جداً إن اللعيب المصري بالذات لو ما بلاقيش حد معاه بينزد شوية زي ما حدثت قلت يا كريم بيهبط شوية عارف إنهما حيلعب ده حاجة مش كويسة بالنسبة للاعب المصر دي بقى حنحتاج نفتحها مع حضاك تادي أو ملف ده فأول مرة وأسرع مرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نورت الدنيا كنت لها معا نورت دنيا كنت لها معا شكراً لحضرتك وحنروح أنا والكريم فاصل لحضرتك سريع جداً ونيجي عشان الفقر التاني خليكم معا